الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لمعاقبة قيس سعيد ورئيس الجزائر تبون يستقبل رئيس دولة إفريقية تدعم مغربية الصحراء واقتصاد الجزائر يتلقى صفعة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم التلتاء رئيس جمهورية غينيا بيصاو بمقر رئاسة الجمهورية حسب ما أورد بيانا للرئاسة الجزائرية وكان رئيس جمهورية غينيا بيصاو قد شرع أمس الاثنين في زيارة رصبية إلى الجزائر تدوم يومين يذكر أن رئيس غينيا بيصاو الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو كان قد انسحب مؤخرا من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي تيكاد التي انعقدت بتونس احتجاجا على مشاركة جبهة البوريزاريو التي فرضها النظام التونسي وتدعم جمهورية غينيا بيصاو مغربية الصحراء كما سبق لها أن افتتحت قنصرية عامة بمدينة الداخل الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لمعاقبة قيس سعيد كشفت مجلة جونافريك الفرنسية أن مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية تعتزم تعليق مساعدات لتونس بمبلغ 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات وحسب قصصة نشرتها المجلة فإنه سبق لسيناتور الديمقراطي كريس كونز أن صرح في الرابع والعشرين غشت الجاري قائلا ستناقش مؤسسة تحدي الألفية في اجتماعها هذا الخريف التعليق المحتمل لمساعدتها البالغة 500 مليون دولار بسبب هذه النكسات الديمقراطية وكان السيناتور كريس ضمن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين التقوا بالرئيس التونسي قيس سعيد الذي التزم أمامهم بتنظيم انتخابات حرة ونزيها في الخريف لتجديد مجلس النواب الجزائر تتلقى صفعة قوية بعد حضر تمرها في عدد من الأسواق الدولية طالبت جمعية مصدر التومور الجزائرية بدرورة الوقف الفوري لعلاج منتوجاتها بالمواد الكيماوية مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسببت في حصار دولي على تومور دقلة نور الجزائرية التي تم حضرها مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية لاحتوائها بقايا مسمومة هذا الخبر الذي أوردته جريدة الشروق الجزائرية أكدت من خلاله أن الفلاحين الجزائريين المتضررين من هذا الحصار طالبوا بدرورة مراجعة المواد الكيميائية المستعملة في علاج التومور والتي تصلح فقط لعلاج الحمضية وأكد المنصق الوطني لمصدر التومور أن قرار حضر استهلاك تومور جزائرية معروضة للبيع في الواجهات الكبرى مؤخرا في فرنسا بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية يعتبر ضربة جديدة لسمعة ديكلت نور الجزائرية